بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات المرحلة الإعدادية الصف الأول الإعدادي أهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصة اللغة العربية حصتنا النهاردة تعتبر تطبيق على الموضوع الأول في اللغة العربية في الوحدة الأولى اللي هي هوياتي واللي كانت بتتحدث في مقال في مقطع من رواية زينب ومقال هذه هي مصر التي ستبقى بعد كده احنا بنطبق عليها من خلال التعبير الكتابي ومن خلال مراجعة على قواعد النحو السابق في نهاية الدرس ان شاء الله المفروض يكون استفدنا العناصر الأتية ان احنا نحلل تركيب التعبير الكتابي اللي هو مقال وصف مكان ان احنا نتعرف مكونات التعبير الكتابي ان احنا نخطط لكتابات مختارة فكرة مركزية للكتابة حولها كمان بنحدد للكتابات فكرة فرعية مجموعة من الفكرة الفرعية كمان في القواعد بنحدد الفعل المدارة وعلامات اعرابه ان احنا نتذكر الافعال الخمسة وما يميزها عن غيرها ونتذكر الجملة الاسمية واركام بداية نتحدث عن نموذج لمقال وصف مكان هنشوف النموذج ونشوف في ايه النموذج هو حفل تخرج الصف السادس لحظة الفخر والفرح النموذج بيوليبا اقيم حفل تخرج الصف السادس بقاعة الاحتفالات الكبرى بمدرسة النور كانت القاعة مزينة باناقة وزوق رفيعين يعكسان اهمية المناسبة وجو الفرح الذي عم المكان عند دخول القاعة لفت الانتباه البلونات الملونة التي زينت المدخل والظهور الجميلة التي اطفت لمسة من الحياة والبهجة على الجو العام في وسط القاعة كان المسرح مزينا بستائر حريرية باللونين الازرق والذهبي تتدل منها اضواء ملونة تتلألأ كنجوم في سماء الليل كانت خلفية المسرح تحمل شعار المدرسة وشعار الحفلة الحفل الذي يكتب عليه نحو مستقبل مشرق تمام يبا احنا هنا بنتحدث عن بنصف مكان او بنصف حفل تخرج الصف السادس في قاعة الاحتفالات طيب بدأنا با نوصف قاعة الاحتفالات نوصف مدخلها نوصف وسط القاعة نوصف المسرح وكان مزين بايه والالوان اللي كانت موجودة فيه وبالتالي احنا بنوصف كل شيء موجود فيه الفقرة من خلال سواء كان الوسط او المدخل او الخلف او فيه نهاية وهكذا اللي كانت خلفية المسرح الفقرة التانية من النص المقال وصف مكان وعلى جانبي المسرح يبقى انا دلوقتي برضو بعمل ايه بعمل تركيز على جانب المسرح وضعت اهلاهم ترفرف بالوانها الزاهية مع ترتيب مقاعد الطلاب والخريجين في الصفوف الامامية بانتظام حيث جلسوا مرتدين ارضية التخرج السوداء وقبعاتهم المميزة الجمهور من الاهل والاصدقاء امتلت بهم القاعب القاع مليانة بالجمهور والاهل من الاهل والاصدقاء كانت تعبيرات الفخر والسعادة تملئ وجوههم وهم يترقبون لحظة تتويج اعمال من العمل من العمل الجاد والاجتهاد الجو كان مفعما بالبهجة والاحتفال اذ كانت الضحيكات والمحادثات الودية تعلوا بين الحاضرين كل الناس الحاضرين موسطين وفخورين بنجاح اولادهم وتميزهم مع بداية الحفل عما الصمت المكان واضيئة الاضواء على المسرح استعدادا لبدء الفقرات شوف بها الفقرات وترتبها تتحى الحفل بكلمة لمدير المدرسة الذي اشهد فيها بجهود التلاميذ والمعلمين طوال العام الدراسي تلتها فقرات موسيقية وعروض تقديمية ابدع فيها التلاميذ بعروضهم المتنوعة وكانت لحظة تسليم الشهادات من ابرز لحظات الحفلة حيث وقف كل تلميذ بفخ على المسرح لتسلم شهادته وسط تصفيق وتشجيع الحضور لقد كان حفل التخرج لحظة مميزة لا تنسى إذ امتلأت القاعة بجو من الفرح والفخر وتوجد جهود التلاميذ والمعلمين بأجمل صورة تاركة ذكريات رائعة في قلوب الجميع يبقى احنا كده وصفنا مكان مقال وصف مكان احنا بنوصف الاحداث بنوصف الحضور بنوصف المكان سواء وسطه او داخله او جوانبه او نهايته خلفه وهكذا وبنعمل من خلال المقدمة للحضور وفي الخاتمة اللي بنختتم بها المقال يصف المقال بقى بيصف ايه؟ ايون بيصف حفل تخرج الصف السادس يبقى لازم اعرف هو بيوصف ايه؟ الذي اقيم فيه قاعة الاحتفالات الكبرى بمدرسة النور العناصر التي ذكرت في وصف مدخل القاعة ايون البلونات الملونة والزهور الجميل ده المدخل العناصر التي ذكرت في وصف وسط القاعة ستائر حريرية اضواء ملونة مسرح مقاعد الطلاب يبقى احنا كده ايه وصفنا ومدخل القاعة ووسط القاعة كيف ساعدت التفاصيل كالبلونات والازهار والاضواء في ابراز اجواء الحفل هنعرف ازاي؟ لانها الفاظ تدل على البهجة والسعادة والسرور فاضفت لمسة من الحياة والبهجة على الجو العام ما هو طبعا البلونات والبهجة والسعادة والسرور والازهار والاضواء والكلام ده كله بيبرز جو من البهجة مش هيبقى فيه جو حزين او كئيب وهذه البلونات ممتلئة او تملأ القاعة ما المشاعر التي اسيرت كانوا مرتدين ارضية التخرج السوداء وقبعاتهم المميزة الجمهور كانت تملأ وجوههم تعبيرات الفخر والسعادة طبعا لان معظم الجمهور هم اولياء الامور اللي جايين يحضرهم حفل اولادهم وحفل تخرجهم اجواء الحفل كان الجو مفعما بالبهجة والاحتفال ما الالوان التي ذكرت في المقال او احنا اتكلمنا عن الالوان الاذرق والزهبي والفضي كيف وصف المقال الجو العين بالقاعة وما الكلمات والعبارات التي تستخدمت في تحديد هذه الاجواء نبص عليها ونشوف وصف الجو العين بالقاعة بجو من الفرح والفخر البلونات الملونة اضواع متلقلقة او ملونة تتلقلق وكالنجوم وهكذا في الفقر كيف نظمت الفقرات لازهار التسلسل المنطقي للمقال ازاي تنظمت هنقول بدأ المقال بالعنوان زي ما احنا قلنا لحظة الفخر والفرح بعد كده تحديد المناسبة ومكانها بعد كده ثم انتقل الى وصف المكان وما بداخله وما في وسطه مختتما مقاله بتوضيح الجو العام للإيه للمقال ما رأيك في عنوان المقال وضع عنوانا اخر للنص هل يؤثر على مسمع القارئ العنوان مناسب اللي هو لحظة الفخر والفرح التأثير العنوان يعتبر مفتاح المقال خلي بالكم ان احنا العنوان بيأثر يا ولاد وبيجعل القارئ يكمل هذا المقال او يبعد نظره عنه سواء قارئ او سامع كل ما كان العنوان مشوق كلما جذب انتباه القارئ او السامع او لفت انتباهه فجعله يكمل الايه المقال قد يكون مشوقا يجذب القارئ او عاديا يجعل القارئ لا يهتم بما كتب تعريفه اللي هو الايه التعبير الكتابي مقال وصف مكان هو نوع من انواع التعبيرات الكتابية يهدف الى وصف بكان محدد في مناسبة محددة باستخدام الحواس الخمس التخطيط لكتابة مقال وصف مكان احنا بنخطط له ازاي بنكتب الاول المقدمة طيب المقدمة هتش اجتمل على ايه عنوان ومناسبة ومكان طيب نيجي للبعدي الموضوع ويشمل وصف الحضور وصف المكان ووصف الحضور الخاتمة تشمل التأكيد على افكار المقال والانطباع العام لدى القارئ او الكتب نيجي بالعنوان اختيار عنوان جذاب يشجع السائحين على قراءتي وزيارة المكان المقدمة لا بد ان تحتوي على لا بد ان تحتوي على وصف للمكان وعن الحدث بداخل المكان وهي تمهيد للقارئ عن الموضوع ده لما نكون مثلا هنتكلم عن السائحين او نتكلم مقال عن السائحين فلازم اكتب عنوان جذاب يشجع السائحين على قراءتي وزيارة الايه الماكي نيجي للموضوع لازم الموضوع يجب وصفه المكان ويجب وصفه وصفة دقيقا من حيث شكله نظامه محتوياته من خلال الايه اللي احنا قلناهم الحواس الخمسة هي ما نرى ما نسمع ما نشم ما نتزوق ما نلمس الخمس حواس اللي عندنا واللي لازم من خلالهم اوصف المكان او الحضور وصفا دقيق مدخله انا شفت ايه في المدخل وسطه انا شفت ايه في الوسط تفاصيل تخص بها الحاضرين اللي موجودين في الايه في القاة او في المكان الاثر وفي النهاية تفاصيل عن الاحداث نيجي للخاتمة هي الجو العام او الشعور والاحساس الذي يريد الكاتب ايصاله للقارئ مستخدما بعض الالفاظ والعبارات ددائي الخاتمة ما يجب مراعاته عند كتابة مقال وصف مكان لما اجي اكتب عن كتاب وصف مكان ايه اللي انا اقدر ارعي واحد التسلسل المنطقي للمقال يعني ايه التسلسل المنطقي للمقال يعني لازم ترتيب للعناصر تكون ترتيب منطقي يعني ما ينفعش اقول ان احنا تسلمنا الجوائز قبل الحضور الى القاعة في الفقرة الاولى او في المقال الاول ما ينفعش اقول ان احنا بدأنا الحفل بكلمة السيد المدير على طول لازم اوصف الكلام اوصف القاعة اوصف الحضور اوصف المدخل والوسط والخلفية البصرح وهكذا علشان يبقى التسلسل منطقي اختيار الالفاظ المناسبة والعبارات الدقيقة الكتابة الاملائية كتابة صحيحة الخط الجميل الواضح وده اولاد مش معنى ان انا بقولك خطك يبقى جميل وواضح ان الخط لازم تبقى ترسمه ويبقى منمق وانت صعب عليك تعمل كده لا المهم يكون الكتابة منظمة حتى لو خطك وحش شوية لكن تنظيم الكتابة عليها عامل كبير يجعل خطك واضح والحروف واضح رقم خمسة ودي من الاهميات في الموضوع وهو استخدام علامات الترقيم لان احنا بنركز عليها لان هي من ضمن الاشياء اللي بيأخذ عليها درجة في التعبير سواء النحو او علامات التعبير المتمثل في علامات الترقيم نيجي بقى الرقم ستة وهو عدد كلمات المقال التي تتروح ما بين 130 و170 كلمة نيجي بقى للفقرة اكتب مقال وصف مكان اعجبك في مصر سينشر ببنجلة سياحية مراعيا عن ناصر المقال هنكتب احنا بقى اهو هنا يتحدث التاريخ في زيارة مدرسية للمتحف المصري يبقى انا قلت مكان الزيارة هنا في زيارة للمتحف المصري الذي يعتبر اهم احد اكبر واشهر المتاحف العالمية في قلب العاصمة المصرية القاهرة بالجهد الشمالية لميدان التحرير ويضم الكثير بين الاثار المتنوعة وعند مدخل المتحف تجد مجموعة من التماثيل الفرعونية الشامخة كأنها تنظر اليك وتبتسم لك وترحب بك فتشعر بانك مأخوذ الى رحلة تاريخية مبهرة يبقى هو بيتكلم عن اهم احد المتاحف الموجودة في العالم وهو المصري الكبير الذي يضم كثير من التماثيل الفرعونية وما كانتش التماثيل دي كلها موجودة احنا كان بعض الاستعمار بعض الدول بدأت تاخذ من هذه التماثيل واحنا بدأنا نطالبهم بانهم يعيدوا الينا التماثيل والمسالات الموجودة عندهم في القاعة الرئيسية للمتحف ترى سكان العالم اجمع جاءوا من مجموعة في مجموعة سياحية من كل دولة يرافقهم مرشد سياحي ينقل لهم قصة تاريخ بلغتهم ترى تماثيل فرعونية بعيون شخصة واجسام قوية وقطع تارية متنوعة كأنك تسمع من خلالها حكايات مصر الفرعونية بانية الحضارة وتشم عبق التاريخ الفرعوني الذي يبهر الجميع يبقى احنا هنا بنقول ان هذه المجموعات التي جاءت لتزور المتحف كانت كل دولة يرافقهم مرشد سياحي حتى يحكي لهم قصص تاريخ مصر العظيم انك هنا في حضرة مصر الفرعونية تتزوق جمال الحياة القديمة فهؤلاء العمالقة وبرعتهم في كل النواحي نواحي الحياة فتشعر بالفخر والعظمة امام هذه الحضارة وحين يغادر الجميع المكان في انبهار وسعادة وشوق لزيارة جديدة نسمع وتسمع صوت التاريخ يحدثك تعلم من هؤلاء واصنع مستقبلك بعد ما بكتب الموضوع مقال وصف مكان ابدأ اقيم نفسي تقييم ذاتي طب انا اقيم نفسي ازاي اقوم حاطط قدامي او الجدول ده واقوم جاي اعلم على الحاجات اللي انا استخدمتها وادل نفسي درجة من عشر يعني اصالة الفكر احنا التزمنا بعناصر المقال ولا ما التزمناش بيهم ولا التزمنا باثنين بس ولا التزمنا بجميع العناصر وادل نفسي ايه درجة هل التزمت بعدد الكلمات ولا ما التزمتش وادل نفسي درجة يوجد اكثر من ثلاث اخطاء في النحو يوجد اكثر من خطأ في النحو وهكذا وادل نفسي درجة لم يختر اي مفردات وتعبيرات دقيقة لابراز الجو عامل المكان والاخطار وادل نفسي درجة طيب هنا بقى بعد ما خلصنا كل ده بقى احنا عندنا الكتابي التعبير الكتابي احنا بقى عندنا هنا مهمية تحدث عرض مرئي لصور المكان مع وصفي انا عندي عرض مرئي جهز صورا لمكان اعجبك في مصر ثم تحدث عنه امام زملائك مع مراعاة مهارات العرض تعبير الوجه والتواصل الفكري طيب نجي با نتكلم عن مهارات العرض هي القدرات التي تمكن الفرد من تقديم المعلومات والفكر بشكل فعال امام الجمهور ولها عدة جوانب من اهمها تعبيرات الوجه ويمكن ان ننقل كثير من المشاعر كالفرح والقلق والثقة الحماس والابتسام عند البداية والنهاية الابتسام عند الحديث في نقطة ايجابية وظهور بمظهر جدي عند مناقشة نقطة مهمة اوجادة وجعلهم يشعرون بانهم جزء من العرض كل هذا يساعد على جعل العرض اكتر جاذبية وتشويق النظر للجمهور في اثناء الحديث ده التواصل البصري يبقى احنا قلنا تعبيرات الوجه بعد كده ايه التواصل البصري النظر للجمهور اثناء الحديث يعزز من ثقتك بنفسك عشان كده دايما نقول اللي رايح مقابلة دايما تاخد بالك ان انت متبصش في الارض او متبصش في اي حتة غير في وجود اي موظف كبير لازم تكون انت ايه فاي كده وقادر تستوعب المقابلة وقادر تبقى واسق من نفسك فيجعلهم يشعرون كجزء من الاي من العرض وبرده نفس الموضوع اقوم بطرح بعض الاسئلة والاجابة عليها عشان اقيم نفسي تقييم ذاتي قبل ما ايه قبل ما حدي قيمني او معلمي يقيمني كده انهينا التعبير الكتابي فهو مقال وصف مكان وانتهينا من العناصر بتاعته وازاي نكتبه وازاي نقيم نفسنا ذاتيا من خلال الجدوى للتقييم الذاتي بحيث ان احنا نكون استطعنا ان احنا نكتب مقال وصف مكان يعني قريب جدا من القواعد الصحيحة دلوقتي هنتكلم عن مراجعة على ما سبق من القواعد النحوية واول جزء منها هنتحدث عن الفعل المضارع طبعا احنا عارفين ان الفعل المضارع هو الفعل الوحيد المعرب الفعل المضارع معرب الا في حالتين اذا اتصل بنون النسوة او نون التوكيد واذا اتصل بنون النسوة يبنى على السكون واذا اتصل بنون التوكيد يبنى على الفتح فيما عدا ذلك فهو الفعل الوحيد المعرب طبعا نحن عارفين ان الفعل الماضي مبني والفعل الامر مبني طيب نجي نتكلم بقى عن الفعل المضارع ونقول هنوضح الفعل المضارع ونذكر حالته سافر العالم ليتعرف حضارات الاخرين سافر فعل ماضي يبقى الفعل المضارع هو يتعرف وحالته منصوب لانه قبله حرف ايه حرف النصب اللي هو الام التعليل اقرأ تاريخك كي تعرف قدرك هنا كي برضو من ادوات نصب الفعل المضارع وهذا الفعل المضارع يبقى الفعل المضارع هنا منصوب يسعد الانسان باقامته في وطنه يبقى الفعل يسعد وحالته مرفوع لتكن عروبتنا رمزا لعزتنا هذا لتكن وهو مجزوم بعد الام الامر من خلال الامثلة السابقة اكمل ما يلي حالات اعراب الفعل المضارع الرافع النصب النصب والجازم يرفع الفعل المضارع اذا لم يسبقه ناصب ولا جازم ينصب الفعل المضارع اذا سبقه باداة ناصب وهي ادوات الناصب اندلان كي حتى لام التعليل يجزم الفعل الفعل المضارع اذا سبقه باداة جازم وهي لا من ان هي لم الامر لم طيب فيما عدا ذلك فهو يكون ايه مرفوعا هنلاحظ الفعل المضارع ونذكر حالته لا تهجر وطنك فهو بيتك الثاني يبقى تهجر كده لان هي مجزوم علامة جازمه الايه السكون يميل الانسان لمحل مولدي يميل مرفوع علامة رفيه الضمة كي تحقق ذاتك تمسك بهويتك تحقق يبقى منصوب علامة نصبه الفتح يطوف السائح بيد البلدان يطوف وفعل مضارع مرفوع علامة رفيه الضمة هنكمل بفعل مضارع مناسب مع الضبط لا فضل غيرك يبقى لا تنكر فهو فعل مضارع مجزوم وعلامة جازمه الايه السكون اللهجات تختلف اللهجات باختلاف البيئة فعل مضارع مرفوع لانه لم يسبقه ناصب ولا جازم تعرف نقاط قوتك حتى تنال النجاح يبقى هنا تنال فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتح لم الاب في حق ابنائه يبقى لم يقصره وفعل مضارع مجزوم اذكر انواع اللام في المثالين الاتيين ثم معرب ما بعدهما ادى اول مثال لتحقق النجاح باجتهادك عليك بالاجتهاد لتحقق النجاح هنا لامو الامر والفعل بعدها مجزوم ده المثال الاول والمثال الثاني لامو التعليل والفعل بعدها منصوب ضع خطا تحت الفعل ثم اكمل مكان النقط علماء اللغة يهتمون بالشعر والادب انتم تقدمون افضل ما لديكم هما لن يتنازل عن هويتهما انت تمتلكين مهارات عديدة الطالبتان لم تقصر في اداء الوجب الافعال في الامثال السابقة من تمام من الافعال الخمسة والافعال الخمسة هي كل فعل مضارع تصر به واو الجماعة او الف الاثنين او ياء المتكلمة طيب ليه بقى سمناهم الافعال الخمسة بدم هو بيتصل بسلاس دمائر لانه يأتي على خمس صور تم يعني مثلا يهتمون وتهتمون يتنازلان هنا او تتنازلان تمتلكين يبقى كده خمس صور وخمس اشكال من الفعل وذلك سمتت الافعال الخمسة الافعال متصلة به الافعال الخمسة الف الاثنين واو الجماعة ياء المخاطبة ترفع الافعال الخمسة به ثبوت النون وتنسب وتجزم بحزف النون احنا كده خلصنا الفعل المضارع وخلصنا الافعال الخمسة وعرفنا هي ايه وعلامة اعرابها ايه نيجي بقى للجمع الاسمية الاتلة الاتلة هنستخرج المبتدأ والخبر وهنحدد نوع الخبر الصحة الجيدة اساس الحياة الاول مبتدأ هو الصحة الجيدة الصحة الخبر اساس طيب نيجي نشوف بقى ايه نوع الخبر الخبر مفرد تمام علم اللغة يزيد فصاحة اللسان علم ادى مبتدأ يزيد يبقى فعل مضارع يبقى نوع الخبر هنا جملة فعلية اللي بيزيد علم يبقى الضمير المستر تقديره هو والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ العصفور فوق الغصن العصفور مبتدأ وفوق شبه جملة ظرف في محل رفع خبر المبتدأ الاباء هم الاولى بالبر الاباء ده المبتدأ وهم الاولى جملة اسمية في محل رفع خبر هنرى الفقرة ثم نجيب عن الاسئلة انت وزملائك تنتمون لحضارة عريقة شهد لها العالم اجمع وقد قدمت هذه الحضارة اجل خدمات للانسانية فاحرس يا عليك عربي يعتز بعروبته ان تكون من الذين يكملون مجد اجدادهم اعتز بانتمائك لمجد اولئك الاجداد العرب ولا تنتمي لغيره هنستخرج ست معارف اللي هي انت العالم هذه علي الذين انتمائك طيب الست معارف تعالوا كده نشوف انواعهم انت ده ضمير العالم معرف بالأيه بالألف واللا هذه اسم اشارة علي علم الذين اسم موصول وانتمائك مضاف لمعرفة وهي الضمير فعلا مجزوما لا تنتمي فعلا من الافعال الخمسة يكملون وتنتمون وعندنا ايه افعال الخمسة فعلا امرا اعتز فعلا ماضيا قدمت وقد قدمت هذه الحضارة فعلا ناسخا اعربه تكون فعل مضارع ناقص ناسخ منصوب بعد أن وعلامة نصبه الفتحة يعني هو لا مش شرط يكون الفعل ناسخ او الفعل عادي لا هو مش ناقص يعني لا هو اي فعل مضارع اذا جاء قبله اداء من ادوات النصب ينصب واذا جاء قبله اداء من ادوات الجازم يجزم واذا لم يصبخه ناصب او جازم يصبحوا مرفوعا مضاف اليه وعلامة اعرابه اجدادهم في جرور وعلامة جره الكسر تمام يبقى بكده احنا انهينا حصتنا النهاردة عن التعبير الكتابي وبعض القواعد النحوية السابقة كده يبقى احنا معانا الفورم ده مراجع او تطبيق على الحصة اتمنى انتم تحلوه علشان تستفيدوا من الحصة واتمنى انتم تكونوا مستفدتم منها ومن الشرح اللي موجود به طبعا كمان عندنا الكيو آر بتاع المنصة اللي لما تمسحوا الكيو آر تلاقوا صفحة الفيس والمنصة نفسها قناة اليوتيوب بكده انتبقى انهينا حصتنا النهاردة اتمنى انتم تكونوا مستفدتم واترككم في رعاية الله على امل اللقاء بكم في الحصة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته